في إطار مبادرة التكوين في مجال الأعمال الفريقية من أجل الشباب تم انتقاء ست شباب مغاربة للمشاركة في برنامج التعاون اليابانية الشباب المغاربة الستة سيستفيدون بمجاب هذا التكوين من منح للدراسة لمواصلة التكوين الأكاديمي في سلك الماستر دو جودة في الجامعات اليابانية تعقبه تداريب في مقاولة بنفس البلد لقد أعطينا هذه الفرصة لألف شخص من القرى الإفريقية من 54 دولة ومن المغرب لقد بعثنا 58 شابا حيث سيدرسون برامج الماستر الذي من المنتظر أن يقوموا بالإسهام في تنمية الاقتصاد المغربي هذا البرنامج وطلق سنة 2013 من طرف الوزير الأول الياباني آبي لتعزيز وتقوية العلاقات بين إفريقيا واليابان نتمنى أن يكون الشباب المغاربة من المتفوقين وأحسن سفراء التعليم العالي المغربي لتعزيز التبادل الأقاديم بين المغرب واليابان ولا ننسى أن المغرب واليابان يتمتعان بحضارات عريقة وهناك الكثير لتقاسمه ولسيما انسجام وتفاهم قابل لتطوير مع اليابان هذا البرنامج الذي أطلقه الوزير الأول الياباني خلال الدورة الخامسة للمؤتمر الدولي لتوكيو حول تنمية إفريقيا المنعقد بيوكوهاما سنة 2013 يهدف إلى دعم الشباب ذوي إمكانيات وعيدة في المساهمة في تطوير الصناعات الإفريقية اشتركوا في القناة